وفد الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي الذي يضم 13 عضوا من فنزويلا وألمانيا وإسبانيا والأوروغواي إضافة إلى نظرائهم المغاربة وقفوا بشكل مباشر على حقيقة التطورات الملموسة التي تشهدها جهات العيون قمنا بزيارة لمجموعة من المنجزات التنموية واكتشفنا عن قرب كافة المشاريع التي تحققت في مدينة العيون ونواحيها على كافة المستويت المجتمع الدولي أن يكونوا منصفين أن يكونوا عادلين أن يروا بأمي عينهم ما يجري في أرض الواقع وأن يعطوه ولا يظهروا بشكل إيجابي وبشكل موضوعي أعضاء الوفد التقوا كذلك مع المنتخبين يقاربونهم أكثر من تفاصيل المشاريع التي تستفيد منها ساكنة العيون ونواحيها أنا جد فرحة كوني أزور المنطقة لأول مرة التقينا بالعديد من الفعاليات وزورنا العديد من المؤسسات الساكنة في الأقارم الصحراوي تصبحوا إلى غد أفضل والذين أراه من جانبنا في شباب الاتحادية وفي الأقارم الصحراوية أن الحكم الذاتي هو الحل وليس يتأتى ذلك إلا بحوار صريح أعضاء وفد الاتحاد الدولي لشباب الاشتراكي وقفوا بأنفسهم على واقع تطورات التنموية بالعيون قبل التوجه نحو كل من بجدور والدخل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة